تعيي عطرة صباح الخير مداخلة جديدة بعنوان أفكار حول إعادة بناء عقلانية ممكن للمنهج العلم تعمل عمليات إعادة البناء العقلانية بشكل معياري على تحويل تفسير علمي فلسفي إشكالي معين خاصة الكيانة المصطلحة أو المنهجة أو النظري إلى تفسير مماثل ولكن أكثر دقة وتماسكا وتحتل هذه الطريقة مكانة مركزية في ممارسة الفلسفة التحليلية ومع ذلك فإننا نواجه حتى لو في عدد قليل جدا من الدراسات الخاصة صورة غامضة لها ويرجع ذلك من ناحية إلى مشكلة نواية التطبيق أي معيارية إعادة البناء العقلاني تناقض الوصفي والإرشادي ومن ناحية أخرى يرجع ذلك أيضا إلى إشكالية أهمية المنهج في مجال تاريخ الفلسفة ثنائية المنهجية والتاريخية أن الاستخدام المتنوع داخل الفلسفة التحليلية بالإضافة إلى الاستخدام التضخمي والتدخلي المتزيد في الخارج يساهم في جعل إعادة البناء العقلاني يبدو بطريقة ما وكأنه بروتيوس في المنهجية الفلسفية المعاصرة فحاول هذه المداخلة تقديم صحفات أولية وست جزء من الفجوة النظرية وبالتالي الوصول إلى صورة أكثر دقة للاهتمامات الفلسفة التحليلية حول مسألة عمليات إعادة البناء العقلاني يبدو أن التطبيق الذاتي لهذه الطريقة هو العلاج الصحية سيتم اقتراح إعادة البناء العقلاني التدريجي لمفهوم معياري لإعادة البناء العقلاني مع تميز بين مفهوم إعادة البناء العقلاني وفقاً للمعيارية وشرح طريقة إعادة البناء العقلاني إلى خيارين مختلفين بدأ يحتل أسلوب إعادة البناء العقلاني ما كان مركزين في ممارسة الفلسفة التحليلية هذا يعني لا أحد يشك في ذلك وقد تناول أندرياس كاملاً ذات مرة في مقال تحت عنوان إرشادي كيف تعمل الفلسفة التحليلية للعلوم ومع ذلك فإننا لا نواجه سوى صورة غامضة عنها والمثير للدهشة أن هناك عدد قليل نسمين من المنشورات والدراسات الخاصة به تاريخين يتم تركيز في مرحلة التجربية المنطقية ومن ناحية أخرى فإن نسجل أدبيات واسعة النطاق حول أحدث أشكال إعادة البناء العقلاني إعادة البناء البنيوية وإلى جينب مقال كامل تجدر الإشارة إلى بوسر في 1971 حيوة نعذلك بالنسبة للفلسفة التحليلية تتضمن المواد ذات أسيلة المباشرة بشكل أساسي ملاحظات موزة في المقدمات والاستطرادات خاصة في أعمال ستيج ميلر الذي أسس المنهج الذي أسس المنهج في الفلسفة الألمانية ما بعد الحرب ويمكن إشارة إلى مخلاته المشهورة عن كامل التي ألفها سنة 1967 والتي اتبعتها تم اتباعها عن اختيار عنوان لهذه المداخلة وكذلك مقدمة للمجلد الرابع من سلسلات العظيمة عن فلسفة العلم والفلسفة التحليلية معها تقسيم اعتبارات جديدة حول أهداف ومهام فلسفة العلم والتي نشرها سنة 1973 علق يورجون ميتلسترا على البنائية الألمانية في بعض المقالات الأخر وبتالي في النظرية إعادة البناء العقلاني العامة ومثير المشيكل المتمسك التي تستحق حقاً لإسم وكذلك بالمناسبة أي نوع من الكتاب لإعادة البناء العقلاني كما يبدو ظلت بمثابة أمنية بالإضافة إلى ذلك لشيء من استخدام المتنوع داخل الفلسفة التحليلية بالإضافة إلى استخدام التدخم والتدخم المتزيد في القارج في جعل إعادة البناء العقلاني تبدو كأنها صندوق أسود في المنهجية الفلسفية تحاول هذه المداخلة إجانا بخلق بعض التقديرات للصعوبات تقديم إسعافات أولية وتحليل لأحد المشكلتين الرئيسيتين للمنهج لسد كثير من الفجوات وتجاوز العجز النظري وبالتالي الوصول إلى صورة أكثر دقة للحالة اهتمامات الفلسفة التحليلية كمشكلات رئيسية مسألة نواية تطبيق معيارية عمليات إعادة البناء العقلاني وتجاه تخطي التناقض بين الوصف والإرشيدي خاصة عند ستيج ميلر والتنقض الكامل مسألة مجالات التطبيق أي أهمية المنهج في مجال تاريخ الفلسفة الانقسام المنهج التاريخي خاصة عن بوسر أصبحت يعني هذه الأمور قاد المنقش بمعنى أوسح تتضامن القضية يعني أذن منقشات البناء داخل تاريخ العلوم والمنقشات حول إعادة بناء الكيانات غير المتجسدة ومنثم ربما يمكن أن نطلق عليه الجدال المنهجي التأويلي وفقا للعنوان يجب أن يوفم هذا المخاطط على أنه تطبيق ذات المنهج محل النقاش لذلك يمكن المضيء على النحو أولا لا بد من إنتاج تصور ديلي لمسبق قبلي لطريقة إعادة بناء العقلين يجب علينا أن نعود إلى مفهوم قياسي وعلى هذا الأساس سيتم تناول مشكلة معيارية إعادة بناء العقلين ومر أخرى معالجتها سيتم اقتراع إعادة بناء العقلين لتدريجية بشكل تدريجي لمفهوم القياسي وأخيرا لابد من إشارة إلى بعض المشاكل المتبقية واللاحقة يبدأ أولا المقدمات الدلالية أو مفهوم قياسي لإعادة بناء العقلين إن إعادة بناء العقلين تفترض وهذا ما يمكن قوله بالفعل عن ترك الحدث تعرف على كأن سابق وعلى نحو ممثل في إعادة البناء العقلين لإعادة البناء العقلين ستفترض مسبقا مفهوم مسبق لإعادة البناء العقلية نفسه يمكن أنتاج مثل هذا تصور الدلال المسبق بثلاث طرق أولا يمكن إجراء أجار التاريخي لإستخدام وحقق المرأة تاريخيا من المفهوم الترميمية ولم يتم استخدام بأي حال من الأحوال بتمييز واضح وبالتالي سوف تتطلب تحليلا وتنسيقا منهجين كعائلة مفهوم ومن الصعب إدارة هذا الأمر بشكل مناسب ذمن هذه المدخل سيتعين علينا أن نكتفي بمجرد تعديد العناس الأكثر أهمية إنه نقطة البناء التي ترخي المفهوم فيما يتعلق بالفلسفة التحليل تشكلت من خلال بناءات المنطقية رودورف كارناب البناء المنطقي للعالم ذمن التجربية المنطقية وفقا لكارناب تظهر إعادة البناء العقلي المعرفة التي يعتبرها حتى في العلوم ذا الطبيعة البديهية في القالب في بنيتها السورية وبالتالي تحويلها إلى شكل العقلين اللي استدللت منطقيا من خلال الفاصل بين المعطل القالص والمعالجة الفكرية تم إعطاء الحدث مبررا عقلاني يعني وهذه يمكن العودة إلى رودورف كارناب كتابة بناء المنطقي للعالم سنة الذي نشره سنة 1928 فيها فرعية من هذا هي تفسير كاعدة بناء عقلاني المفهيم والذي يعطيها كارناب التشابه والدقة والإثمار والبساطة كمعيير للملائمة وهذا الأمر ربما كتبه كارناب سنة 1951 كما وصف كامي لان في أن هانس راي رايشنباخ قارن بين إعادة البناء العقلين وتحليل المنطقي وفقا لرايشنباخ الأول مواجهة حاصرية نحو الأفكار العلمية لشخصا آخر في حين أن الآخر الثاني تحليل المنطقي يعتمد بشكل واضح على حكم الفرد يعني في فلسفة العلم الحديث ظهرت مفاهيم إعادة البناء المنطقي على تركيز الرئيسة على استخدام المنطق الصوري وإعادة البناء البنيوي كعيات بناء عقلانية تعتمد على ما يهيمن على المشهد المفهوم البناء والنظرية التي وضعها سنيد وستيملر وغيرها على وجه الخصوص لعبة الطريقة دورا مهم للغاية في منقش التاريخ العلوم عن طوماس كون في الواقع ذه من المفهوم البديل لإمري لاكاتوس لبرنامج البحث العلمي من ناحية وإعادة البناء البنوية التي قام بها ستيج ميلر لنظرية تكون من ناحية أخرى يتم التسليم واستخدام جزء من هذا المسرح أذن خرج المجارس الفلسفية الأخرى على وجه الخصوص تفهم البنائية من خلال إعادة البناء العقلية تأكيد على إدراق الفعل والكلام والعلم كشيء مشترك بين الناس تحتمد عملية إعادة البناء العقلانية هذه على التجارب الأولية لإعادة البشرية ويتتمم في ذا في خطوات منطقية ضمن لغة تقويمية بناءة والتي تعود في النهاية إلى العمل المشترك على وقت ناحية ذلك حاولت ما تسمى النظرية النقدية مدرسة فرانكفورت السلاع المفهوم إعادة الإعمار ولكن مواضح دون ربط مفهوم شيء من الواضح إليه رجع على مثال أبرماس في سنة 1984 ملاحظات حول عملية إعادة البناء العقلاني وربما وكذلك هنا لسانيات البنائية مقابل لغويات التجربية هذا هو الانتقال إلى جهاز التعبير لإستخدام المعاصر لإعادة البناء العقلاني يمكن الآن العثور إلى إعادة البناء في كل عمل فلسفة في تقريبا مع بعض السمات المتغيرة في كثير من الأحيان مع عندي جوندوية مثلا إعادة بناء الفلسفة بطريقة العقلانية ولكن نادرة ما تحتوي على تفسير كافي لما يحدث بالفعل أن نواجه إبداعات مثل إعادة البناء التاريخي أو إعادة البناء النقدي أو إعادة البناء الاجتماعي من خلال إعادة البناء العقلان ثاني يمكن إجراء تحليل عملي أي إجراء تحقيق في مراسلات الطلبات المزعومة إلى جانب الأمثلة الفلسفية الوضع لدينا تطبيقات في مختلف التخصصات الأخرى على سبيل المثال في الدراسات الأدبية أو في النظرية الاقتصادية ومع ذلك اليوم يمكن إتباع هذه الطريقة في هذا المداخل أيضا ومية تبقى ثالثا هو لجوء المفهوم معيري لإعادة البناء العقلاني أي إلى مفهوم لعب أميران وتكران دور مهم في المناقشات يمكن حصول على مثل هذا المفهوم الخياسي من مقالة ستيملير عن كانت والتي كتبها سنة 1997 وأيضا من مدخل بوزر القصير في موسوعة فلسفة العلوم والتي كتبها سنة 1980 وبناء على ذلك في أن إعادة البناء العقلاني تطرح عقدة إشكالية معينة موضوع إعادة بناء مع إهتمام خاص لمجال فلسفة العلم التي قد يفكر في المرء مثل فلسفة علم كامل من الكينات السلاحية والمنهجية والنظرية بشكل مماثل ولكن وفق السياقة أكثر دقة وأكثر ارتساق نتيج إعادة البناء وشكل هذا المفهوم الخياسي باعتبار المقدمة الدلالية لإعادة البناء أساس التأملات لكن كان يمغى أن يصبح واضحا أن بعض المساعات الدلالية المحتاملة الأخرى في إعادة البناء العقلاني ممكنة لطريقة إعادة البناء حتى لو كان ذلك فقط بسبب ذلك تظل ممكنة حالة مشكلة المحيارية الآن أو إعادة بناء عقلاني متدرجة للمفهوم المعياري لإعادة البناء العقلاني الفترة طويلة كان هناك خلاف داخل الفلسفة التحليلية للعلوم وكذلك بينه وبينه المدرسة البنائية على سبيل مثال ما إذا كانت فلسفة العلم نشاطاً توجيهين أو إلى أي مدى وبطبيعة الحال اتخذ هذا الخلاف بشكل رئيسي بما صار الجدل المناجي في عدد من الأماكن قدمها تحليل كاملاً تاريخياً مفاجئاً للغاية يشير إلى عائلة المفهيم التاج جديدية في متعرق بكرناب ورشنباخ وفقاً للمعادلة التحليلية وصفية تثبت أنها سخيفة في ظوء التاريخ حيث أن إعادة بين العقلاني المبكرة لكرناب وكذلك التحليل منطقي إلى رشنباخ خدمة فاحص أو تبرير العملية العلمية طبع مثل هذا الحجة التاريخية يمكن أن تنطبع على أي إلتزام على الإطلاق لأنها تشكل حالة واضحة من المغالطة التكوينية والتي بالمناسبة رشنباخ نفسها يمكن الرجوع إلى تمييزة بين سيخ الاكتشاف وسيخ التبرير باعتبارها مرجعاً رئيسياً بعد التصريحات المنهجية من ستيج ميلر وبوزر فيما يتعلق بتريقة إعادة بيناء العقلانية تبدو متناخذة وفقاً لستيج ميلر وبوزر في أن إعادة بيناء العقلاني لاستوصفية بحت ولا توجيهية بحت يوفر ستيج ميلر تفسير إلى أنواع العملية التوجيهية بقوة على سبيل المثال عرض التعريفات الدئرية ويشير بوزر إلى بعض الآثار التوجيهية الأساسية لعملية إعادة البناء العقلاني مثل تقييم المصطلحات واختيار المنطق وذلكل كلام ذكره بوزر عام ١٩٨ لكن للأسف لكن للأسف فشل كل منهما بوزر وستيج ميلر فشل في تقديم تفسير مرضي حقا للتنقذ الفعلي وقد تقدم حلا كاملا لهذه المشكلة من خلال ربطها بأشياء إعادة الأعمار إعادة إعمار الأشياء وفقا إعادة إعادة البناء يصبح إعادة أعمار وفقا لهذا إعادة البناء المنطقي من الواضح أن استخدم هذا المفهوم كاملا كمراد في المفهوم رشنباق حوال إعادة بين العقلين وتحليل منطقي أولا المفهوم موصفية بشكل أساسي نظرا لأن المفهوم مثل الظوء أو الصوت يمكن أن تكون صحيح أو خاطئ فأن المفاسرين لمثل هذه المفهوم المعطبديين يتطلب مسحا تجريبيا للاستخدام ثانيا الأساليب التوجيهية بشكل أساسي على مرة التأكل من استخدام طريقة على سب المثال الحجة بالقياس أيضا ولكن بعد ذلك يتعاني على المرأة تقدير مدام ولأمته مما يخلق مكون التوجيهين غير مدرج في إعادة بيناء المفاهيم ثالثا تعتمد النظرية على القصد الوصفي أو التوجيه افتراض الحقيقة والموثوقية هو شرط أساسي لإعادة البناء الوصفي البحث محن وفي أي حال أخرى فإن قصد المراقب ستجعل الإعادة بيناء النظرية تتحول إلى أمر توجيه ولأسباب تتعلق بالمساح يجب أن يتم الاستغناء عن طرح اعتراضات خاصة على حجة كاملة وأن يقتصر على الشكوك العامة حول مدى كفايتها ونكي خشية أن يكون الحالة الذي تم تقدم به كاملًا مبالغ فيه لأنه تجاه للتشغيلية الأساسية لمعايير ملائمة كما هو مدرج في المفهوم المعايير المفترض هنا ليبني حلها كاملا على تصور دليلي مسبق واضح حيث أن الوظيفة الدليلية لإنحرافها تاريخي لا تزيل غير واضح بالنسبة الاستيجمال وابوزر في 1979 وابوزر في 1980 أيضًا بالمناسبة تحليل العمل المعايير لهذا المجمع وهكذا يتعامل كلهم مع الوصفية والأرشادي بطريقة ما كما لو أنهم يشكلين انفصالا شاملا وهو ما يمثل تهربا وليس تفسيرا لتناقض مفهوم إعادة البناء العقل لغناء عن توضيع مفهوم إعادة الإعمار السابق وخيارات التشغيلية وإلا فأن الحديث عن طريق موحدة أي لا تعتمد على تطبيقات خاصة سيكون غير معقول قد يكون تأهيل في متعالق بالأشياء اعتمد على الخطوة التالية وفي متعالق بالمفهوم من أجل توضيح هذه القطبية ربما يتم اقتراح إعادة بناء عقلاني متدرج يكشف بشكل أساسي عن مفهوم وطريقة إعادة بناء عقلاني مع أثنين في متعالق معيارتهم التفسير المتدرجة والتي تفرق بين نوعين مختلفين من هذه الطريقة خذ بعين الاعتبار النوعي أي الإشارة إلى النية المفترضة لموضوع إعادة بناء أن تغيير محدد المحتوى المعلومات للموضوع إعادة بناء ومقيس للمعيارية يمكن المرء بعد ذلك تمييز بشكل أساسي بين إعادة بناء العقلي من درجة الأولى ودرجة ثانية أن إعادة بناء العقلاني من درجة الأولى وهمن عليها دافع الوصف أي شرط التشابه الذي يجب هنا تفسير بدقة لأنه معيار لعدم الإبداع المادي إعادة البناء العقلاني بعثها مرة أخرى عقلانية بنائية إعادة كمرة أخرى يجعل الشيء أكثر مساوية لنفسها على سبيل المثال من خلال استخلاص العناصر الأساسية وإعادة سيغاتها وإعادة هيكلتها وتتمثل مؤاماتها في الكشف عن مشاكل السورية أو تمثيلية وإدارتها من خلال تحقيق إمكانية الجوارية لتحسين الدقة والاتساق في موضوع إعادة الإعمار إن مشكلة المعيارية تختزل في مشاكل تشغيلية كالأثار التوجيهية الأساسية لعملية إعادة بناء العقلانية التي حددها بوزر الحصول على توضيحات موقن عيبك الرجوع إلى عملية إعادة بناء العقلانية التي قام بها لريش درو في مجال الفاسفو السياسي والريش درو إن إعادة البناء العقلاني من درجة ثانية يؤمن عليها الزخم التوجيه أي سعي وراء الدقة والاتساق والتي يجب هنا تفسير على أنها معايير مدي الإبداع إن إعادة البناء العقلاني باعتبارة جدينا عقلانيين البناء إعادة كجدي مهتم بالتصحيح المادي تحسين بمعايير رسمية سورية خارجية ويختزل المكون الوصف في الحال القصوى إلى مجرد واقعية مادة الأولية هي بالذات موضوع إعادة البناء والتي تخفي لعدوات تحسين الدقة والاتساق أن التنازع مثل هذا العقل من التشابه يتطلب بالتأكيد مفهوما للغاية للتشابه لا يوجد تغذية راجعة أو تتضاءل بشكل حاسم يتم إعادة البناء بين الجسم والمونتج الحصول على توضيع يمكن رجوع على بعض التلسيرات الواضحة والمبتكرة المفهيم الأساسية وبالتالي تتخلى عن قصدية كون الأصلية يمغي توجيه تميز الإضافة الذي يمكن تصوره إلى درجات إلى مدى الإلزام المتزيد ويمكن أيضا تطوير يعني يمكن أيضا تطوير يمكن أيضا تطوير وبشكل تكميل تطويره وبشكل تكميل مع الإشارة إلى المقاربة الوصفية لكن التوجيه بالطبع هو الجانب الحاسم الفلسفيني والذي يصبح واضحا إذا فكر المرء في الحد الأقصى النظر للتشابه باعتبار مجرد إعادة سياغة والذي يقع بالتأكيد خارج نتاق طريقة إعادة البناء العقلاني في النهاية في الخاتمة بعض المشاكل المتبقية والمتلاحقة إن إعادة البناء العقلاني المتدرج وفر نسخة مماثلة ولكن أكثر دقة وأكثر اتساقا من المفهوم القياسي المختار لإعادة البناء العقلاني وهو مشابه للمفهوم القياسي لأنه تم تطويره بالرجوع إلى معايير ملائماتي وهو أكثر دقة وأكثر اتساقا من المفهوم القياسي لأنه فسر تقالوب المعياري حالوجا على ذلك في أنه ينطبق على جميع كائنات التطبيق المنهجي وقد يتمش تصنيف العملية التوجيهة بالإضافة إلى أثار التوجيهة الأساسية لبوزر وبالتالي بوزر فهو يشكل إعادة بناء عقلانية ممكنة لطريقة إعادة بناء العقلاني ومع ذلك فإنه مونتج إعادة الأعمار التي تم الحصول عليها ولا يظل خاليا من مشكلات تحدث مشاكل المتبقبة الناجئة والمتراحقة من خلال على الأقل ما يلي أولا يمكن تكرار مشكلة المعيرية مميعني ضمن المسألة التطبيق الذاتي أي درجة إعادة البناء العقلاني المتدرج ثانيا فيما يتعلق بالتطبيق فإن المشكلة إمكانية قياس المعالجة السورية أو المادية لأشياء إعادة البناء تستحق الدراس المفهوم قصدية قصد والمحتوى المعلوماتي ينطوين على هموض معروف وجديد سيتطلب التخرج المتميز تماما التشابه الدقة والإتساق حتى يمكن وصفه ليس فقط كما فيهم مقارنة ولكن كما فيهم كمية أو حتى مترية للحصول على توضيع هذه المشكلة يمكن المرء أن يفكر في إمكانية نظرية لدرجة من إعادة البناء العقلاني التي تحتوي على مكونات وصفية وتوجيهية على أساس أجزاء متساوية ثالثا وهذا هو المهم يبدو أن إجراء مشكلة ثالثة يبدو أن إجراء تحقيق أوثق في العلاقات بين إعادة البناء العقلاني المتدرج وتمييز رشنباخ إعادة البناء العقلاني مقابل تحليل المطق يقترح نفسه رابعا وأخيرا فيما يتعلق بجميع النقاط الأخر يظل من المرغوب في إجراء فحص دقيق لثمرة إعادة البناء العقلانية المتدرجة المقدمة لتشغيل الإنقسام بين المنهجي والتاريخ مراحظة نهائية أنه جزء من الإجابة على سؤال وجهة نظر الفلسفة التحليلية مكرس وسيتشكل بضرورة من خلال التفكير المنهجي أن الأمر لا يتعلق بالضغمائية بل بالقانون السليم الدين ناميك من حيث المبدأ وبالمناسبة الذي يمكن نقله تعليميا مثل هذا القانون يجب أن يميز نفسه في أفضل التقاليد التحليلية بالوضوع بالدقة والاتساق يهدف هذا الخطاب يعني أفكار فلسفية تحليلية حول إعادة بناء عقلانية ممكنة لمنهج العلم أرجو أن تكون هذه المداخلة قد نالت رضاكم إلى لقاء في مداخلة فلسفية تحليلية قادمة إن شاء الله تحليلية